الجمعة الثانية من مسيرات العودة الفلسطينية تنقضي تحت سماء حولها المتظاهرون الفلسطينيون سوداء على المحتل الصهيوني وعلى وعد ترامب المشؤوم الكاوشوك المحترق في الجمعة الملتهبة على حدود غزة أعاد للأذهان أساليب المقاومة البدائية التي استخدمها الفلسطينيون ضد الصهينة بدءا من الحجارة والمقلاع لتدل على استمرارية النهج المقاوم حتى ترسو سفينة العودة في مينائها المسلوبة شكل جديد للمواجهة غاب طويل عن الساحة الفلسطينية منذ تسلمت الفصائل المسلحة دفة المقاومة فعادت جمعة الكاوشوك الجماهير الفلسطينية إلى واجهة المقاومة وشكلت قاعدة صلبة تأمل فيها أن تكون محطة التقاء وتوأمة بين التيارات والأحزاب الفلسطينية في غزة والضفة الغربية لرأب التصدعات التي أصابت البيت الفلسطيني ويعادة تشغيل أجهزة الحراك الثوري بكافة وسائله وطرقه سحب الدخان التي حجبت الشمس بفعل الإطارات المحترقة لم تستطع أن تحجب عين المتربصين بهم من جنود الاحتلال فاستمروا في استهداف المتظاهرين السلميين موقعين عشرات القتلى ومئة الجرحة وعلى غرار قطاع غزة تواصل سلطات الاحتلال ملاحقة المتظاهرين في الضفة الغربية ويواصلون ضغطهم على أي شكل من أشكال المقاومة لإدراكهم أن اشتعال الضفة سيؤجج النار في عموم فلسطين المحتلة مشهد فلسطيني سبب حالة استنفار داخل أروقة الاحتلال العسكرية والسياسية وسائل إعلام عبرية أكدت إرسال مزيد من الآليات والمدرعات إلى قطاع غزة بينما ينضي الساسة في إرسال تهديدات إلى القيادات الفلسطينية في القطاع ضاربين عرض الحائط بالنداءات الدولية في وقف العنف ضد المتظاهرين ويرى مراقبون أن ضخامة عالد المشاركين في الاحتجاجات رغم تزايد عالد القتلى تعكس صورة الواقع المر الذي يعيشه الفلسطينيون جراء الحصار الخانق الذي يتعرضون له في غزة منذ نحو عقد والذي أثر بشكل كارثي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي داخل القطاع النهر الغاضب الذي تدفق من نبع ذكرى يوم الأرض يقول الفلسطينيون إنه مستمر حتى يتيقن العالم أجمع أن قضيتهم لن تحلى إلا بعودة الأرض إلى أهلها ترجمة نانسي قنقر